هذه هي معلومات التي يتواصلها لدي حتى هذه المحلة مصطفى ماذا عن فكرة التواجد الإعلامي والأمني في هذه القضية بالتحديد؟ يعني هناك قضايا أخرى منظورة أيضاً فماذا عن هذه القضية؟ هناك قضايا أخرى منظورة أمام دائرة اليوم بالفعل وهناك في دائرة الاستثمار قضايا أخرى منظورة الوضع الأمني هذا هو مستثب تماماً لتقوم قوات الأمن بتأمين المجلس من الخارج والقوات داخل تأمين المجلس من الداخل المتواجدة وبكثافة يعني هدوء تام وهدوء حذر داخل أروقة المجلس وخارجه أيضاً هذا عن الوضع الأمني في المجلس وخارج المجلس هناك بعض الوصفات الاحتجابية لبعض العمال أمام المجلس يعني توافدوا ويتافدوا منذ قليل وما زالت العملية يعني هادئة برمتها داخل المجلس في أروقة وخارج المجلس أيضاً شكراً لك مصطفى ميزاو المراسل أني من مجلس الدولة انتهت عمليات فرز الأصوات في انتخابات الإعادة التي أجرتها نقابة المهندسين على مركز رئيس نقابة فرعية في عشر محافظات هي الإسكندرية والشرقية ودقالية والمنوفية والمينيا وقنا وأسوان والعريش والإسماعيلية والوادي الجديد حيث فازت مرشح طيار الاستقلال المهندسة أماني كفافي بمنصب نقيب المهندسين في الشرقية كما فازت مرشحة الاستقلال بالإسكندرية المهندسة صمر شلبي ممنصب النقيب وكذلك مرشح الاستقلال بالدقالية المهندس عادل عبدالرازق الغزاري بعد أن حصل على 70% من مجموع الأصوات كما فاز مرشح الاستقلال بالمنيا الدكتور صدق عبدالله توهامي وفي قناة فاز المهندس أشرف مشهور ببيق عد النقيب المهندسين عن المحافظة بفارق عشرة أصوات عن منافس عبدالفتاح حاشم ترجمة نانسي قنقر إلى أفغانستان حيث أعلن متحدث باسم حاكم إقليم بداخشان بشمال شرق البلاد اليوم ارتفاع ضحاء الانهيارات الأرضية بالمنطقة إلى أكثر من 2100 قتيل من جانبها أعلنت الأم المتحدة أن أكثر من 4000 شخص قد شردوا وحذرة من تعرض المنطقة لمزيد من الانهيارات خاصة وأنها ذاتها قد تعرضت منذ أسبوع فقط لموجة فيضانات أوقعت نحو مئة قتيل أفغانستان وكارثة جديدة ليست معارك أو صراع طائفي هذه المرة بل غضب الطبيعة يتجلى في أقصى صوره انزلاق أرضي هائل في ولاية بداخشان شمال شرقي أفغانستان في أعقاب أمطار غزيرة والنتيجة تل بأكمله انهار فوق قرية أبريك ليتفن تحته نحو 300 منزل في المنطقة الحصيلة الأولية للضحايا تجاوزت 350 قاتلا ورجال الإنقاذ يحاربون الزمن بحثا عن ناجين تحت الأوحال التي اطمرت القرية وسط مخاوف من مقتل ما يزيد على 2500 شخص في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تشهدها أفغانستان القرويون صارعوا للبحث بين الأوحال والحجارة فيما تسعى السلطات المحلية وقوات الأمم المتحدة وحلف شبال الأطلسي لتقديم يد العون وتقدير حجم الضرر حاكم ولاية بدخشان شاه ولي أديب قال إن انزلقين أرضيين وقعا خلال ساعة واحدة وأشار إلى أن انهيارا ثانيا تسبب في دفن ما يقدر بنحو 600 آخرين ممن قدموا من مناطق قريبة أثناء محاولتهم إنقاذ ضحاير انهيار الأول بدخشان هي ولاية جبلية نائية على الحدود مع تاجكستان والصين وباكستان وهي ولاية هادئة نسبيا لكنها تشهد نشاطا متزايدا من حركة طالبان في السنوات الأخيرة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان قالت في بيان لها إن القيادة الإقليمية لحلف النيتو على اتصال مع الجيش الوطني الأفغاني فيما يتعلق بجهود البحث والإنقاذ تلك الكارثة قد تؤدي أيضا إلى تشريد الكثيرين فالمسؤولون أكدوا أن ما يتراوح بين 350 و 400 من المنازل قد دمرت تأتي هذه الكارثة بعد فيضارات عارمة اكتاحت أجزاء أخرى من أفغانستان قتل فيها 150 شخصا وتضرر 67 ألف شخص آخرين في ولايات جزجان وفارياب وسربل وتضرر أو دمر 3500 منزل تقريبا في الفيضانات مما دفع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى توجيه نداء عاجل لتأمين ملاجئ وغالبا ما تشهد المناطق الشمالية من أفغانستان فيضانات وانزلاقات أرضية في فصل الربيع فالأسبوع الماضي وحده شهد بقتل 100 شخص ونزوح أكثر من 7000 آخرين إثرى فيضانات عارمة اكتاحت أربعة أقليم شمال البلاد للمزيد من التفاصيل حول مشكلة أو كارثة الانهارات الأرضية ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإفغانية كابل السيد سميع الله موسى الصحفي الأفغاني سيد سميع أولا تعزين في ضحايا الكارثة الإنسانية بإقليم بدخشان وهل ما زالت عمليات الإغاثة والبحث متواصلة للعثور على ناجين نعم السلطات المحلية قالت أن عمال الإغاثة يعد أساساً من أهالي المناطق قد بدهم صباحاً يوم في انكشان الجفث من القرية المنهارة بسبب الإنسلاقات الأرضية لكن هناك تنأرب في صحيحات المسؤولين المحلية حول رقم الضحايا فأمس على الحاكم بلايك بدخشان أن حوالي 2500 شخص بينهم نساء وأطفال قد ماتوا في هذا الحادث لكن مسؤول مديرية الأربو في واقعة الحادث يقول أن هذا رقم مبالغ فيه وأن رقم الضحايا لا يزيد عن عدة مئات نعم ولكن المتحدث باسم حاكم الإقليم قال أنه وصل إلى أكثر من 2100 قتيل هكذا يقول الخبر نعم هذا ما أشرت إليه هو يقول حاكم ولايك بدخشان أن أن عدد الضحايا قد وصل إلى حوالي 2500 شخص نعم نعم ولكن المسؤول المحلي في منطقة التي وقعت بها الحادث قالت للمسائل الإعلام أن هذا الرقم مبالغ فيه وأن العدد الحقيقي من بحرية الحادث هو أقل من بكثير من هذا الرقم سيد سميع ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات خوفا من أن تحدث انزلقات أخرى نعم الإجراءات التي اتخذت لإنفاذ أو مساعدة المنفوذين من هذا الحادث أو الجهود لانتشار الجثث هي للأسف ضعيفة جداً ووقف سنة أو قد تصل متأخر جداً أولاً أن الأخشان هي منطقة نائية في الشمال الشرقي من أفغانستان والثانية أن الإدارات المحلية ليست لديها ما يقفل المنفوذين أو ليست لها ما يمكنها من تخطيل مساعدات الأجماء والقيام بأمليات الإغاثة فالجديد في ما تلق بهذا الحادث هو أن نائب الرئيس نائب الثاني للرئيس حامد كارزيق قد غادر اليوم لصحبة عدد من الوزراء متجهن إلى مدخشان لمحاولة تنسيق الجهود لإغاثة أولاً المنفوذين أشكرك سيد سميع الله موسى الصحفي الأفغاني كنت معنا عبر الهاتف من العصمة الأفغانية كابل أعلنت روسيا أنه تم إطلاق الصراح المراقبين منظمة الأمن والتعاون المحتجزين في شرق أوكرانيا من جانبها أعلنت أوكرانيا على لسان وزير داخلياتها أرسين أفاكوفا أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الأوكراني في معاقل انفصاليين في سليفيانسك وكراماتورسك مستمرة قد يفن أن القوات المشاركة في هذه العمليات نجحت في السيطرة على برج التلفزيون الذي كان قد استابل عليه من قبل الانفصاليون كان الهجوم العسكري الذي شنه الجيش الأوكراني في مدينة سليفيانسك قد أصفر عن سقوط العديد من القتل والجرحة في صفوف الانفصاليين وقتلين في صفوف الجيش الأوكراني توقف الرئيس الأمريكي بارك أوباما روسيا بعقوبات جديدة إذا حدث ما يعرقل الانتخابات المقرر تنظيمها في أوكرانيا في الخامس والعشرين من مايو الحالي وقال أوباما عقب مباحثات مع المستشرة الألمانية أنجلا ميركل بالبيت الأبيض إنهما متحدان في رغبتهما في فرض عقوبات على روسيا بسبب ممارساتها في أوكرانيا وحث المجموعات المسلحة المؤيدة لروسيا في أوكرانيا على الانسحاب من المباني التي تحتلها كما دعا أوباما روسيا إلى المساهمة في إطلاق صراح مراقب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المحتجزين في ستيفيانسك شرق أوكرانيا من جانبها قالت المستشرة الألمانية أن أوروبا على استعداد لإطلاق المرحلة الثالثة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير على رأس وفد نفيع المستوى إلى جوبا اليوم للمشاركة في قمة الإيجاد الطارئة لبحث تدعيات الأوضاع في دولة جنوب السودان وإيجاد السبول الكفيلة بأحداث الاستقرار والأمن فيها وذلك بعد اندلاع القتال بين القوات الحكومية وقوات ريك مشار النائب السابق لرئيس الفكير يذكر أن منظمة الإيجاد كانت قد حددت إنعقاد قمة في جوبا في يناير الماضي لذات الغرض إلا أنها تأجلت ونقلت إلى العاصمة الإيثيوبية أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي للدورة العادية وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم خالد هاشمورسلينيل خالد بعد التحية ما هو الجديد لديك بخصوص قمة الإيجاد المنعقدة حيث هناك أنباء عن إلغاء القمة؟ القمة قمت دور رؤوساء الإيجاد المقرر أن ترحض اليوم في جوبا عاصمة الجنوب السودان وقالت الأسفة الجنوب السودانية أو قال مدرم صحفي الجنوب السوداني أمن أن حكومة الجنوب السودان أبلغت منظمة الإيجاد عدم استعدادها للتفاق في هذه القمة الذي كان مقرر أن يشارك فيها الرئيس السوداني أمر البشير ورؤوساء إيغاندا وكينيا ورئيس وزراء إيتيوبيا وكانت هذه القمة ستخصص لمناقشة كيفية حل الأزمة الناشبة في جنوب السودان منذ منصف شهر ديسمبر الماضي ولكن حصلت جنوب السمع ذكرت قالت أنها غير مسؤولة لإستضافة هذه القمة التي كان يبدو أن الرئيس في السلزاكير نيردت كان يؤمل أن نجد منها دعما في مواجهة خصمه وقريمه النائبه السابق وقائد المتمردين حاليا بطور رياك مشار الذي يقود التمرد الآن في دولة جنوب السودان نعم مراسل النيل خالد هاشم شكرا لك على هذه المتابعة لقيمة الإيجادة المنعقدة في السودان أعلنت لجانو التنسيق السوري ارتفاع حصيلة قتل أمس إلى 149 شخصا من نيران قوات النظام في مختلف المناطق بينهم نساء وأطفال كما تواردت أنباء عن تمتكن الجيش الحر من السيطرة على مستودعات أسلحة بالقلمون بريف دمشق من ناحية أخرى دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيث التنفيذ اليوم بالأمس عفوا في الأحياء المحاصرة منذ نحو عامين وسط مدينة حمسة تمهيدا لتطبيق اتفاق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة من هذه الأحياء وختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما بقى بها من عنوين اليوم انطلاقوا حملات الدعاية الانتخابية لمرشح الرئاسة واستمرارها حتى الثالث والعشرين من شهر الجريء اليوم استناف محاكمة مرسي وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث الاتحادية مقتل أكثر من ألفين ومئة شخص وتشريد أكثر من أربعة ألاف آخرين في انهيارات أرضية شمال شرق أفغانستان لهذا نصل لأيكم إلى ختم نشرتنا شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء